من التعاون البناء بين المملكة العربية السعودية وماليزيا تدشنها الملحقية الثقافية السعودية في كوالا لنبور تسعى إلى مساعدة الطلاب الماليزيين عبر منح أكاديمية تكفلت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وتنفذها الجامعات السعودية وبناء على توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين انشأنا معهد لتعليم اللغة العربية في المدالس السعودية في كوالنبور حيث توجد مدالسنا سعودية في كوالنبور وبحمد لله عدد الدارسين يتجاوز الألف دارس لتعليم اللغة العربية وتعليم لغة القرآن الكريم وهناك طلبات كثيرة تردنا من الشعب الماليزي للالتحاق بهذا المعهد والمملكة لها جهود أخرى غير هذا الجهود حيث أن الجامعات السعودية المختلفة تستضيف كل عام عدد معين من الدارسين في الجامعات السعودية ولكن هذا العام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعلى رأسها معالي الدكتور سليمان أبا الخيل سوف تستضيف مئة دارس في جميع التخصصات وفي جميع المراحل الجامعية باكالوريوس وماجستير ودكتورا ستتيح هذه المنحة للطلاب الماليزيين دراسة للغة العربية كلغة ثانية وانتهاء بالنهل من علوم دينية ونظرية وتطبيقية وبرامج مخصصة للطلبة الوافدين في قلب العاصمة السعودية الرياض هذه المنحة السعودية المبركة والتي ستكون لمئة مواطن ماليزي والتي تتم لأول مرة بهذا الكم وفي جميع التخصصات عدد طب والجميع المراحل الجامعية والتي ستكون من تنفيذ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية هي تأكيداً على الترابط بين البلدين وهناك الكثير والعديد من الاتفاقيات والتعاون العلمي بين السعودية وماليزيا فهناك العديد من الطلب السعوديين يدرسون في الجامعات الماليزية والعديد من الماليزيين يدرسون في الجامعات السعودية إضافة إلى التعاون البحثي والزيارات العلمية بين الجامعات السعودية والماليزية يأتي هذا البرنامج ليؤكد على حجم العلاقات بين البلدين من خلال تبادل التجارب العلمية والخبرات التعليمية وليؤكد حجم التعاون بين الدولتين الشقيقتين والتي تربط بينهما الكثير من المواثيق والاتفاقيات في كافة المجالات المنح التعليمية للدراسات الجامعية في المملكة العربية السعودية يأتي من دورها الريادي في نشر علم والثقافة واللغة العربية التي يزداد الإقبال عليها يوما بعد يوم للإخبارية محمد غروي كوالا لمبور